في ظل الاحتجاجات الكبيرة لقاهدة صايرة في برشة مناطق من البلاد والإيقافات وعملية النهب والتخريب والشغب لكلها شفنا برشة أعلاميين يعلقوا على الأحداث هذه من بينهم الأعلامي سامير الويفي اللي كتب تدوينه وقال حسب الأماكن المستهدفة والتي تحرضت للنهب والخلع والسرقة وحسب الأعمار المرصودة هذه ليست ثورة ولا احتجاجات بل هي ركوب على غضب الزويولة وأحباط الفقراء لنهب المغازات والمحلات والمتاجر والبنوك من طرف فئت لا تعرف معنى الاحتجاج ونبل الثورة وهي أول من يستهدف الزويولة والفقراء بتدميرها لمواطن الشغل وتخريبها لموارد الرزق والمرافق الحيوية وسيخلف ذلك المزيد من الخراب والدمار والبطالة والفقر فلا شيء تم استهدفه سوى مراكز البريد والبنوك والمغازات والمتاجر حيث ما يغري بالسرقة والنهب والسلب ومن يشعل هذه النار سيكون أول من يحترق بها إذا امتدت فهو ليس نبيا في مدينة الشياطين برشة فعل لقطة تدوين عيدي لسامير اللاوي فيما تنسي واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس بشوصي لكم الفيديو القادم